السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح نتكلم عن الاستعارة موضوعنا الاستعارة انتبه زين للعنوان الاستعارة وانواعها طيب ما هي الاستعارة؟ الاستعارة هي عبارة عن تشبيه بليغ حذف احد طرفيه اصبرلي شوية وراح تفهم شده معناه طيب قبل كل شي خلينا نعرف منه المشبه المشبه هو الشيء اللي انا دا اتكلم بعدنا وليده لشبه به شيء هو الاساس المشبه به هو الشيء اللي جئنا به يعني احنا جبناه ركبناه عليه الجندي اسد المشبه الجندي المشبه به اسد هذه هي المشبه والمشبه به لازم نعرف من هو المشبه ومن هو المشبه به اهم شغلة هي هذه طيب الآن شن يعني استعارة يعني أستعير بشيء معين علشان أوضح معنى طيب الآن يقول قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة الآن ركزتي على كلمة اشتعله اللي تشتعل هي النار الراس ما يشتعل بس هنا شن المقصود بالآلة الكريمة يقصد أنه الراس شيب استعمل كلمة اشتعله يعني استعملت كلمة اشتعله بمعنى الاستعارة بمعنى الاستعارة يعني شبهنا استعارينه لتوضيح معنى معين هو هذا الاستعارة هو هذا الاستعارة مثال آخر زأرة الجندي في وجه العدو في وجه العدو الآن يشو الجندي يزأر الجندي يزأر لا شبهنا الجندي بالأسد يعني استعار استعارينه به أو مثلا نقول رأيت أسدا يدافع عن وطنه يعني قصده شفت جندي يعني قصده شفت جندي هذا هو المقصود بالاستعارة رح نأخذ أنواعها ونفصلها خلونا نأخذ أمثلة أخرى عن الاستعارات وأنواعها نجي أولا هسا على الاستعارة المكنية من أقول الاستعارة المكنية وهي الاستعارة التي يحذف فيها المشبه به ويرمز له بشيء يتعلق به الركن الثاني وأتينا بصفة من صفاته يعني جبنا صفة من عنده أخوان لن نسأ الآن ضروري جدا وروري جدا جدا نعرف ما هو المشبه وما هو المشبه به صراحة هذا الموضوع يجب لباركم من عنده لأنه راح تخربطون به أخوان نجي المشبه أنا آريتش هو الذي نتكلم عنه نتكلم عنه المشبه هو الشيء الذي نتكلم عنه المشبه به به هو ما نستخدمه ونركبه على المشبه ركز لي على هذا جدا مهم يعني الشيء اللي أنا راح أستخدمه على المركن راح أستخدمه على المشبه نتبه اللي على هذا يزيد طيب طيب المشبه به المشبه هو الشيء اللي أنا أتكلم عنه طيب الآن نجي على المثال مات الخير هذه استعارة مكنية هاي الاستعارة سميها استعارة مكنية مات الخير طيب أنا أجي على هذه الجملة فالصخ أجي الآن عندي ما هو المشبه من هو المشبه يعني شنو اللي هو أنا قاعد أتكلم عنه المشبه هو الأمل عفونا الخير الخير حلو المشبه به المشبه به هو الإنسان لأن الإنسان هو يموت أو الكائن الحي الكائن الحي من المحذوف المشبه به مات الخير ما عندي المشبه به طبعا بالإستعارة مكنية دائما ما عندي مشبه به لا يوجد مشبه به عندي بس المشبه طيب ابتسمت الحياة ابتسمت الحياة طيب نجي عسل ناخد من هو المشبه 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 والمشبه به المشبه به طيب المشبه هو الحياة المشبه المشبه هو الإنسان الذي يبتسم من المحذوف المشبه به هذا هي الاستعارة المكنية دائما بالاستعارة المكنية تنحذف المشبه به المشبه به محذوف قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة من الذي يجي رمضان هو إزلم حتى يجي الآن المشبه به المشبه به هو رمضان المشبه رمضان بس الرجل اللي يمشي أو الإنسان الكائن اللي حي خلينا نقول المشبه به طيب من المحذوف المحذوف المشبه به وهو الرجل إذن هذه استعارة مكنية لأن الاستعارة المكنية دائما لا يوجد مشبه به لأن ننتقل على الاستعارة المكنية هي ما حذف فيه المشبه به ويرمز له شيء من لوازمه وأخذنا على الاستعارة المكنية أمثلة وقلنا دائما بالاستعارة المكنية ينحذف المشبه به طيب الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيه بلفظ المشبه به يعني شنو يعني اللي راح نحذف بها احنا راح نحذف بيها طيب شن اللي راح نحذفها بيها بالاستعارة المكنية التصرحية عفوا نحذف ويحذف المشبه المشبه راح نحذفه ما راح يكون عندي مشبه يعني الاصل ما راح يكون عندي محذوف لا نجي على هاتج جملة لنا جلساء لا نملو حديثهم من يعني جلساء يعني بشر لا مو بشر نجي نكتب المشبه جوا نكتب المشبه به المشبه به المشبه يا اخوان اللي يقصده الكتب اللي كتب يعني جلساء المشبه به جلساء طيب من المحذوف محذوف هو الكتب اللي هو المشبه طالما المشبه هو المحذوف فهذه الاستعارة راح اقول عليها تصريحية تصريح يعني الاساس هو محذوف رأيت جنديا عفوا رأيت أسدا يدافع عن وطنه الآن نجي المشبه المشبه به طيب من المشبه يقصد به جندي حلو والمشبه به يقصد بها من هو جلساء إذن من المحذوب المشبه إذن هذه استعارة تصريحية هذه استعارة تصريحية طبعا أكيد أكو أمثلة كثيرة حاول نحفظ أمثلة كثيرة لأن قد ما راح تحفظ أمثلة راح تفتهم ما راح تحفظ أمثلة وما راح تقل أمثلة صعب راح تفهم لأن هذه لغة هذه لغة يعني مو رياضيات لا هذه لغة لازم تقرأ تطلع شوية يكون توسع مدارك وأتمنى لكم الموفقية يا رب ترجمة نانسي قنقر